ولمناقشة هذا الموضوع أيضا ينضم إلي رئيس مجموعة فرونتيرز الاستشارية والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبرة مساء الخير سيد حازم إذن وزير الخارجية الأمريكي سيزور إسرائيل وضفة الغربية هل يمكن لنا أن نتوقع إجراء مباحثات تتعلق بملفات أكبر من ملف غزة؟ سيدتي أولا شكرا على الاستضافة اليوم للأسف أعتقد أن نرى بعض الفشل من طرف الإدارة الأمريكية سببه الابتعاد عن القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأيضا الابتعاد عن الاتفاق السلام الذي بدأ به الرئيس السابق دونالد ترامب فاليوم الإدارة الأمريكية ترى بشكل واضح جدا أنها تحتاج إلى شركاء وإلى مجموعة من الدول العمل معها على تحريك الخضية في خضية السلام في شرط الأوسط نقطة ثانية الموضوع السلام في شرط الأوسط مغري جدا لأي رئيس أمريكي هذه جائزة نوبل للسلام تلقائية إن تم النجاح في هذا الموضوع فأعتقد أن الرئيس بايدن بدأ يدرك أن لديه ليس فقط حاجة إلى الدخول ولعب دور لكن هناك فرصة عمليا للعب دور وتحريك العملية وتجربة حظه كما جرب جميع الرؤساء الأمريكيين قبله في الستين العام الماضي نعم يعني على ذكر بايدن وتعاطيه مع هذا الملف بشكل مختلف عن سابقه كما ذكرت أنت هو أبدأ استعدادا لتقديم مساعدات إنسانية لغزة أيضا ماذا يمكن لنا أن نفهم من ذلك؟ طبعا يذكر أن المساعدات للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة كانت قد توقفت بشكل كامل تحت إدارة الرئيس ترامب بحجة عدم الدخول الأطراف الفلسطينية في عملية السلام عندما أتى الرئيس بايدن تم إعادة تفعيل هذه المساعدات فيوجد على الأقل قانونا القدرة على تقديم مساعدات لغزة من قبل الإدارة الأمريكية اليوم طبعا غزة تحتاج إلى مساعدات اليوم بعد الدمار الذي حصل فهذا ما ستستطيع الإدارة نعم سيد حازم ماذا عن السلطة الفلسطينية؟ يعني ما النهج الذي يتبعه بايدن مع السلطة الفلسطينية؟ وإلى إنه يمكن أن يفضي؟ أعتقد أن هذه مرحلة تجربية الآن سيحاول بايدن العمل مع السلطة الفلسطينية بعد أن تم قطع العلاقة تحت إدارة ترامب قبله لا أعتقد أن هناك خطة واضحة للعمل معهم ولكن يوجد اليوم انفصال كامل بين حماس والسلطة الفلسطينية لا يمكن التعامل مع طرف عبر طرف آخر الطرفان منفصلان مئة بالمئة وهذا متدركه الإدارة الأمريكية اليوم نعم هل يمكن لنا أن نقول أن التصعيد في غزة فرض قضية الصراع الفلسطيني على بايدن بشكل مبكر؟ لأن الكثيرين اعتقدوا بأنه غير مستعجل على هذا الملف مئة بالمئة الإدارة الأمريكية لم تكن مستعدة للخوض في هذا الصراع الدبلوماسي على الأقل من طرفها لكنها تعتقد أنها نجحت في العمل مع مصر وقطر وبعض الدول الأخرى لتحرك نحو وقف إطلاق النار لكن في آخر المطاف كما قلت الإدارة الأمريكية يجب عليها إعادة ترتيب شراكاتها في هذه المنطقة إذا أرادت العمل بشكل جدي نحو السلام فلسطيني إسرائيلي فرونتيرز الاستشارية والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبرة أشكرك جزيلا